موسيقى موسيقى وبكده يا حبيبي أكون خلصت معيكو توجن المكرونة بتاعي في الفرن وكون عملت معيكو البني والبطاطس المحملة بالشكل ده يارب تكون الطريقة سهلة وتعجبكو لو الطريقة عجبتكو لا تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد من أكلات ماما وشيمو زي ما انتم شايفين الطاجن اهو طالع سخن بالبخار بتاعه والشكل ده كده شكله جميل جدا 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 اهو وده البني بتاعي وده الطاجن التاني اهو انا قلبت معاكو انا كنت عامله طاجنين قلبت معاكو واحد والتاني زي ما انتم شايفين اهو لسه ما لبتوش بالشكل ده كده شكله طحفة جدا وطعمه حكاية جدا 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 هيعجبكو صدقوني جربوه وده البني بتاعي اهو زي ما انتم شايفين والبطاطس المحمرة طبعا احنا عاشرين البطاطس اللي من دول جديدة وجاملة جدا يارب الطريقة بتاعتي تكون عجبتكو لو الطريقة بتاعتي عجبتكو ما تنسوش تعملولي لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد من أكلات ماما وشيمو هتوحشوني لحد ما شوفكو في اكلة جديدة ووصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى اخوات واحلى صحاف في الدنيا شكرا ليكم شكرا على حضوركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احلى صحة واحسن حال النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المكرونة بتاعنا في الفرن بس مش هعملوا المروا دي ولا باللحمة المفرومة ولا بالكبدة هعمله طاجن سادة واعمل جنبيه بني واعمل جنبيه بطاطس محمرة طريقة سهلة جدا وجميلة جدا بس قبل ما نبدأ لازم نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله زي ما تعودنا كل مرة طبعا هنا في الحلة انا جبت بصلايا صغيرة وجبت فصين توم صغيرين وبدأت ان انا زي ما شايفين كده حطيت شوية زيت وحطيت البصلايا قطعتها حتة صغيرة وحطيت عليها فص توم اول ما تبدأ تبدال كده حط عليها فص توم تمام؟ هقلبهم مع بعض بالشكل ده لحد ما يبدأوا يدوني اللون الدهبي انا عايزهم يبويه يعني يدوب يتبلوا كده وياخدوا اللون الدهبي انا هنا ضرب القطاء بتاعتي بالشكل ده هو بدأ ان انا أنزل اي في القطاء بتاعتي زي ما انتو شايفين كده على قطاء الي على البصلايا الصغيرة وفصين الدوم هقلبهم بالشكل ده كده وهبدأ اجيب التوابل بتاعتي حطها عليها و هنند بقى Wow احنا كده عملنا اول حاجة عملنا الصلصة بتاعت التوجن تمام كده هنحطي التوابل بتاعتي هتحطي معلقة صغيرة من الكمون وهتحطي معلقة صغيرة من الكزبرة في حال الصغيرة الكزبرة او معلقة صغيرة اضع معلقة من الكمون اضع التوابل على الطماطم اضع الكمون اضع الجزبرة اضع نصف معلقة سكر اضع الملح اضع نصف معلقة سكر اضع بني اضع بني بالمصف اضع كبير سوف اضع نصف اضع كبير اضع الملح اضع الملح نضيفها في الطبق نضيفها في الزبادي نضيفها في الزبادي نضيفها في الزبادي نضيفها بالفجتار نضيفها في القليل نضيفها في الزبادي نضيفها جورا نضيفها في الزبادي ت Seni نضيفها في الزبادي بالشكل ده. اه لو انت حاسة ان هي كبيرة عادي ممكن تقطعها بالشكل ده كده نصين. حابة ان انت تسيبها كبيرة عادي ما فيش اي مشكلة. اه بالشكل ده كده. وبعد كده هنحمر وحبة تحمره تحط عليه بداية شوية تنزليه في البيض وتحمره. تمام حبة تحمره زي ما هو كده. برضو عادي انا جربته معاكم قابلي كده بنفس الطريقة احنا عملنا مع بعض بالطريقتين. تمام. على ما اكون خلصت الكمية بتاعتي كلها هبص على الصلصة بتاعتي. اشوف الصلصة اخبارها ايه. الصلصة معايا كده اصبكت. كده تمام قوي. كده الصلصة زي الفل هي زي ما انتو شايفين. هنا انا حط زيت على النور. هبدأ ان انا انزل الاول بالبطاطس بتاعتي احمرها. حمر البطاطس بتاعتي الاول بعد كده احمر البنية. اكل سهلة وبسيطة واسرع اكلة ممكن تعمليها. صدقيني ما بتاخدش وقت. يعني دي اسرع اكلة ممكن اعملها. بقى جاية من المدرسة وعايز اعمل حاجة بسرعة بعمل الاكلة دي. جاية من مشور وحبة تعملي اكلة خفاف ثانية هي دي اسرع اكلة. اسرع اكلة البنية والمكارون والبطاطس محمرة. لا بياخدوش معاك وقت. بالشكل ده كده هقلب البطاطس بتاعتي وانا خلصت البطاطس بتاعتي وحمرتها. وانا خلصت البطاطس بتاعتي وحمرتها. بالشكل ده كده. وانا خلصت البطاطس وبدأت ان انا احمر في البنية بتاعي بالشكل ده. ادي البطاطس بتاعتها حمرتها خلص. هبدأ ان انا رش عليها الكمون والشطة. وهبدأ ان انا احمر البني بتاعي بالشكل ده كده. هبدأ ايه اطبق الطاجن للمكارونة بتاعي. طبعا انت بتجيب الطاجن انا هعمل طاجن بالشكل ده كده. بتجيب الطاجن وبتبدأ ان انت تدهني بالزيت علشان يتقلب منك عشان ميلزقش. ماشي. بتبدأ ان انت تدهني الطاجن بتاعك بالزيت. وبعد كده انا محضرة الصلصة زي ما انتم شايفين. اهو بصوا انا دهنته بالزيد بالشكل ده كده الطاجن ده والطاجن ده الاثنين تمام حتى ان انا حط المكارونة بتاعتي طبعا ما تقطريش في الطاجن مكارون عشان المكارونة بالزيد يعني انا بفضل ان يبقى باين منه عقلتين من صباعك بس طبعا انا عاملة اقل من كده لان انا بحب ياخد راحته في السوا المكارون لما تستوي تاخد راحتها في السوا فانا سايبة مقدار عقلتين ونص كمين بالشكل ده كده هبدأ ان انا فضي الكمية بتاعتي اللي هي كمية المكارونة دي المكارونة على حسب ما انت عايزة مكارونة اقلام براحتك عايزة مكارونة اللي هي مقصوصة الصغيرة براحتك على حسب النوع اللي ولاتك بحبوه انا صراحة بنحب المكارونة اللي هي الاقلام بدأت ان انا وزعهم لتنين في الطواجن بالشكل ده كده اهو هبدأ بعد كده انزل عليهم بالصلصة هاخد من الصلصة وحط على الطواجن ده وحط على الطواجن ده طبعا الصلصة لازم تكون سخنة ومغلية لازم تكون مغلية زي ما انت شايفين كده طالع منها البخار بالشكل ده كده هتنزل على الطواجن ده وهتكمل على الطواجن ده لو حسيت انهم عايزين بتزوديها برضو ميا مغلية بتزوديهم شوية ميا مغلية تمام؟ هفضي كل الكمية بتاعتي بالشكل ده كده على الطواجن ده وعالطواجن ده اهو بالشكل ده كده تمام؟ بعد كده هكون مشغلة الكاتل بتاعي طبعا هو لسه عايز هزود ميا مغلية تمام كده بالشكل ده كده هزود الطواجن ده شوية ميا مغلية بالشكل ده كده هكون محضرة معيكو الورق اللي هو ورق المفضد هبدأ ان انا الف الطواجن به وهدخلهم الفرن طبعا انا مشغلة الفرن يسخن قبليها على درجة حررة 180 تمام؟ وحط الطواجن على الرف اللي في النص تمام كده هبدأ ان انا اغطي الطواجن بتاعي ده والطواجن بتاعي ده انا حسيت ان هو عايز شوية ميا فبدأت ان انا ازودته هبدأ ان انا اغطي الطواجن ده واغطي الطواجن ده ولفهم كويس بورق فويل وهبدأ ان انا ادخلهم ايه ادخلهم الفرن طبعا انت بتزبطي الحدء بتاع الطواجن بتاعتك لو انت حاس ان هي عايزة ملح بتزوديها زي ما انا عملت كده تمام؟ يعني لو انت عشان انا زودت ميا فحبيت ان انا زودت ميا سنة ملح صغيرة هغطيهم معاكم و هندخلهم من الفرن و زي ما قلت لك لازم الفرن بتاعك تكون مسخنة بالشكل ده كده هبدأ ألف الطاضم بتاعي بالشكل ده علشان تكتب البخار بتاعه و يستوي و يبقى طالع تحفة صدقيني بيبقى مستوي وجميل جدا بداية الانتي أفل عليه كويس البخار بتاعه بسوي تمام بالشكل ده كده برضه هاخد الثاني و هبدأ برضه ان انا ألفه نفس الوضع هقفله كويس و نزل من تحت كمان الورق بالشكل ده كده علشان يبقى محكم الغل أبقى غلقة كويس أفل عليه كويس بالشكل ده كده هدخلهم بقى الفرن و هدخلهم الفرن و يخرجهم وبما يخدوش وقت تكون البني بتاعي كمان خلص وبالشكل ده حبيبي انا خلصت معيك هون ايدي البني بتاعي بالشكل ده وايدي البطاطس المحمرة بتاعتي اهو بالشكل ده وايدي الطاجن بتاعي زي ما انتو شايفين طلع من الفرن بالشكل ده بالشكل ده كده بالشكل ده بالشكل ده او بشوكة او بسكينة وبعد كده بتروح يقلب على الطبق بيتقلب معيك لان انت دهنا الطاجن بالزيت يارب تكون الطريقة بتاعتي سهلة ويارب الطريقة بتاعتي تعجبكو طبعا لو الطريقة بتاعتي عجبتكو متنسوش تعملوني لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد من اكلات موما وشيمو هتوحشوني لحد ما جيلكو فيديو جديد احلى اخوات واحلى صحاب في الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته